مثل ما حضرتك تفضلت أنه الآن أكو إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر للإعلام لمواقع التواصل الاجتماعي هو يمكن 10% أو أقل من 10% مما هو موجود بالواقع الأسباب الجذرية لانتشار ظاهرة العنف الأسري هي وجود نقدر نقول ظاهرة متوارثة وجود سلوك متوارث من قبل الأهل بتعنيف أولادهم دائما نرى العوائل العراقية تستخدم طريق التعنيف الجسدي التعنيف اللفظي التنمر ممكن التعنيف الاقتصادي بالنسبة لإقصاء حقوق النساء وأيضا مصادرة حق الرأي بالنسبة للنساء زواج القاصرات حرمان النساء من دخول المدارس الكثير من الأسباب التي تؤدي بالتالي إلى زيادة حالات العنف الأسري زيادة حالات الطلاق أيضا اليوم نرى أحد أسبابها المهمة هي العنف الأسري وجود عدم تفاهم داخل الأسرة الواحدة الضعف الاقتصادي عدم اهتمام البرلمان العراقي بتشريع قانون رادع للمرتكبين العنف الأسري لذلك المعنف استسهل موضوع العنف الأسري بالنسبة لعائلته وعد هذا الموضوع هو حق الشرعي سواء كان أب أو أخ أو حتى أم في بعض الأحيان لذلك نحن من تناول موضوع العنف الأسري لازم ننظر إلى كل الجوانب الجانب الاقتصادي الجانب المجتمعي بسبب انتشار المخدرات أنساب داخل وياتش س الدنيا أيضا ذكرت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي النائب دنيا الشمري ذكرت نقطة مهمة وهي مسألة المخدرات وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاهتمام بمسألة التربية الأم والأب ملتهين في مواقع التواصل أو في أشياء أخرى وعايفين التربية والعنف من جراء هذا يصير شون تشوفين هاي الأسباب أيضا ممكن هاي تكون أسباب ممكن هذه الأمور اللي تحدثت بها السيدة النائب هي تكون أسباب لكن يبقى السبب الأساسي هو عدم تشريع قانون حماية الأسرة عدم وجود قانون حقيقي من قبل الحكومة اليوم إحنا السلطة التشريعية سلطة مقصرة وعني أوجه كلامي كل النائبات اللي يمثلون المرأة والطفل وحقوق الإنسان عموما داخل البرلمان العراقي للأسف ماكو أي توجه حقيقي لرفع مسودة قانون حماية الأسرة قانون الحماية من العنف الأسري أي قانون تحت أي مسمى لكن هو مهتم بالأسرة بالأخير ماكو أي توجه ماكو أي جهود حقيقية داخل البرلمان إحنا ما نقدر نقول أنه وجود تسعين حالة باليوم أو حتى وجود خمس حالات ست حالات هو موضوع طبيعي لا هذا شيء مو طبيعي تماما هذا شيء تطلب يعني هاي الظاهرة تطلب وقوف حقيقي هذا دورهم شكرا عن سعب ليش أن نتخبهم وجايدنا الشخابات أيضا أريد أحتي